من أحسن الأحاديث التي ذكرت رواتب النبي صلى الله عليه وسلم يعني الصلوات النافلة القبلية والبعدية للمكتوبة هو حديث ابن عمر رضي الله عنهما حيث قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وفي لفظ فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته وفي لفظ أن ابن عمر قال حدثتني حفصة أي أخته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها فهذه عشرة ركعات نوافل رواتب في اليوم والليلة منها ما هو قبل الصلاة كالصلاة الظهر ومنها ما هو بعدها وكانت عائشة تقول أربع ركعات قبل الظهر كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليهم وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم من هديه أنه يخفف ركعتي الفجر أي قبل المكتوبة هذه السنة هديه صلى الله عليه وسلم أن لا يطيل فيها القراءة بل ورد فيها أنه يقرأ فيها بالفاتحة وقل يا أيها الكافرون في الأولى وقل هو الله أحد والفاتحة في الثانية فدل ذلك على تخفيفه لهذه الركعتين وقال بعض أهل الرأي بل يشرع الإطالة في الصلاة قالوا لأن هذا وقت تشهد فيه قراءة القرآن وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا والجواب على هذا شيء أولا تفسير القرآن لا بد أن يؤخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء في هذه الآية أنه شهود الملائكة لصلاة الفجر ففسر النبي صلى الله عليه وسلم قرآن الفجر بصلاة الفجر أي المكتوبة لا أنه قرآن الفجر أي هذا وقت تشهد به وتسمع به قراءة القرآن وإن كان هذا لا يتعارض مع شهود صلاة الفجر لكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يطيل هذه الركعتين وهذا هو الأمر الثاني أننا نتبع السنة وإن كنا نظن أن الألفاظ العامة وقرآن الفجر أي قراءة القرآن وتلاوة القرآن في الفجر لها مزيد من الفضل لكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع فهو الذي يعلمنا وهو الذي نأتسي به ونقتدي به كما هو شأن كل صاحب سنة يتمسك بهديه صلى الله عليه وسلم ولهذا جاء عائشة رضي الله عنها تقول لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتين الفجر وفي لفظ لمسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها ومن أعظم الاتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم في هاتين الركعتين أن نصليها كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يخففها